بسم الله الرحمن الرحيم أهلا دكتور صيدالي إسلام عبد الفتاح أهلا بيكم تاني في فقرة روشيتا المرة دي دار أحكي لكم عن المضادات الحيوية طيب يا جماعة المضادة الحيوية هو شنو المضادة الحيوية هو مادة تعمل على قتل البكتيريا أو تقليل نموها بمعنى إنو المرض بيقل طبعا يا جماعة أنا قلت لكم شنو ملاحظين البكتيريا ما كل الأمراض ليه لأن الأمراض يا إخواننا في منها بكتيريا في منها فطريات في منها ديدان يعني عشان إحنا نعالج نوع معين من الأمراض لازم نعرفه شنو أو نوع شنو بمعنى إنو الأمراض البكتيرية تعالج بالمضادات الحيوية الأمراض اللا علاقة بالبلازموديوم أو الطفيليات تعالج بالأدوية لها أو بتوقف نمو وقتل الطفيليات وطبعا إحنا كثير في الصيدلية بيجونا العيانين محتاجين أدوية أو مضادات حيوية تحديدا يعني جيني واحد يقول لي والله أنا حاسي إنو أنا عندي لتها بول داير مضاد جيني واحد تاني يقول والله أنا حاسي إنو أنا عندي ملاريا ياخد دول ملاريا يا جماعة الاستعمال الغير مدروس للأدوية ده عواقب وخيمة تحديدا أنا حتكلم ليكم عن المضادة الحيوي بحكي لكم على باقي الأدوية الأخرى المضادة الحيوي مشكلته في إنو لو إحنا أخدنا أدوية لها أو مضادات حيوية بشكل عشوائي ده بيكلل المناعة حقتنا نقول لي المناعة حقتنا كيف في إنو يؤثر بالسالبة على الجسم المناعي يعني أي مرض يصيب الإنسان ويتعالج أو يشفى منه يعني بنوع معين الأدوية عندنا إحنا زي الميموري كارد بتكون في الجهاز المناعي تمام مثلا جاءت بكتيريا البكتيريا دي لما تديها مضادة حيوي وتتعالج بتكون فيه زي البصمة في الجهاز المناعي يلا مع الاستعمال المتكرر للمضادات الحيوية تاني الجهاز المناعي حقنا ما بتأثر نهائي بأي نوع من المضادات الحيوية البكتيريا سوري البكتيريا لا تتأثر بأي نوع من المضادات الحيوية يعني قدر ما تبلع مضادات حيوية هي حتكون كأنك ما عملت لها حاجة وكأنك ما ديت الدواء دمي الاستعمال الغير رشيد للمضادات الحيوية طيب بيجونا برضو في الصيدليات كمية من الناس بيكونوا عايزين عندهم نزلة تحديدا بيقولي والله احنا عايزين التلاتة حبات التلاتة حبات دي للنزلة يا جماعة النزلة عبارة عن فيروس فيروس احنا عشان نعالجه صراحة الفيروسات ما عندها ادوية محددة تشفي من المرض الفيروس يعني لكن احنا بنقلل الاعراض بمعنى ندي بنادول بندي حاجات تانية تقلل من الرشح والكلام الزيدة فخيار انه انت تاخد مضاد حيوي عشان تعالج نزلة ولا غيره ده غير سليم برضو في الحالة التناول المضادات في حالة الانفوزع ما بتأثر باي حاجة ايجابية بل بالعكس احنا بنزيد الوضع سوء بيجونا برضو كمية من الناس في الصيدليات احزين ادوية الميلاريا من غير اي فحص يا جماعة ادوية الميلاريا ما في حاجة موقاية من الميلاريا ما في حاجة انا حاسي بانه في اندي ميلاريا ولا ما عندي احنا الفيصل بيننا اللي هو المختبر نمشي نعمل فحصنا بيجو في ميلاريا كان بيها ناخد الدواء ما في ما في داعي الخلاصة من الموضوع ده كله يا اخوانا انه الادوية ممكن تكون سيم قاتل سيم قاتل كيف بانه استعمال المتكرر ليها بيفقد قيمتها الحاجة الكثيرة زاتها ممكن تؤدي لشنو الى انه ناخد ناخد النتيجة بالعكس الزول ما يتعوض على الادوية بشكل كبير كأنه بيفتحها لنفسه بوابة الجهنم انا اديكم مشكلتين المشكلة العقول احنا بنخاف منها اللي هي شنو انه يكون البكتيريا تكون مقاومة لكثير من الامراض في الحالة دي احنا ما حنقدر نعمل اي حاجة او ما حنلاقي اي علاج للموضوع ده فلتخيل انه التهاب عادي التهاب عادي ما نقدر احنا نعالجه بس مجرد انه ما لقينا اي نوع من الادوية بتنفع معاوه طيب احنا كلنا بنخاف في الاستعمال الخاطئ او المستمر للمضادات الحيوية من حاجة معينة انه نفس المرحلة انه ما نلقى اي مضاد حيوي يفيد او للعلاج في حالة المرض يعني تخيل انه ما نلقى دواء بيناسب الانفلونزا اه سوري الالتهاب الازن ما نلقى مضاد حيوي بينفع في حالة التهاب البول وغير من الالتهابات ده كله ليه ده من الاستعمال الخاطئ او الاستعمال الغير رشيد للمضادات الحيوية طيب فيه نقطة انا دا اتكلم عنها احنا لما نطلب في في المختبر انه يعمل تزريع للعينة ده معناه شنو معناه يا جماعة انه احنا فشلنا في ايجاد نوع من المضادات البعالج المرض عشان كده الطبيب بيطلب تزريع بناخد العينة يودوها المختبر يعرضوها لكل المضادات الحيوية ابشع نتيجة طبعا وارتر نتيجة مرعبة بالنسبة لنا احنا انه نلقى الباتيريا مقاومة لكل المضادات الحيوية انا قبل كده جاني في الصيدلية زول اا ما في ما عنده اي نوع من المضادات نفع معاو وهو بلع كمية من المضادات الحيوية للاسف او الحاجة يعني الحاجة بتضحك انه الليقينا البكتيريا الوحيدة اللي بتنفع معاو هي البنسلين البنسلين طبعا احنا في عالمنا الحال ده الناس خلوه زمان بيقوا الى مضادات اقوى فاقوى فاقوى ليه لما سألنا العيان اتضحي انه بياخد المضادات بشكل عشوائي فا ده ده اهم نقطة يا جماعة انه الناس ما تعتمد اا اعتماد يعني تمشي طوالي انا عندي كده امشي الصيدلية اخد الحاجة دي لازم 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 من الاستعمال الغير رشيد للمضادات الحيوية وان شاء الله لقد ملجاكم في حلقة تاني سعيدة بكم